روجيرو ميكالي هو اسم وبمناسبة المنتخب الشباب الحقيقة عندنا نسخة محترمة جدا جدا منتخب الشباب اللي هيلعب كمان دقيق بسيطة جدا نهائي بطولة كاس العرب واحد من المنتخبات المميزة جدا مشواره تبعته يعني ما تبعتش المشوار كله لكن تبعت بعض الماتشاط والهايلاتس خاصة بمشاركته لا في عندنا شباب زي الفل والله كرة المصرية دائما ولادة وبخير ونتمنى ان شاء الله بإذن الله انه يعني المنتخب ده اذا كنا بصين بقى او ميستر فيتوريا سينيور فيتوريا رب بصص على كاس العالم 26 انا بقول انه منتخب توكيو منتخب كابتن شوقي غريب مع منتخب الشباب ده يقدروا يقدموا نسخة محترمة جدا لو خدنا المشوار معهم من بدري والجمهور شوية صبر على اللعيبة دي لغاية لما يبقى في حالة نتجه وحالة خبرة يبقى عندنا منتخب محترم جدا 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 قبل 26 اعمل احتكاك اعمل معسكرات اعمل العب مع مدنس مختلفة عندنا potential quality والخيمة موجودة ينقصها بقى ان يبقى فيه خبرة يبقى فيه انسجام وده مش هيجي الا متحضر من بدري في رقة تعيش مع بعض سنتين ثلاثة قبل ما تبدأ مشوار تصفيات كاس العالم يبقى عندك version محترمة نسخة محترمة جدا جدا من منتخب مصر مش بس ينافس على التأهل لا التأهل في الوقت ده مش هيكون هدف لكن يروح كمان يقدم كرة محترمة جدا وعندنا عناصر كويسة جدا روجيرو ميكالي المدرب البرازيلي الجديد اللي هتولى مهمة المنتخب الأولمبي في الفترة اللي جاية مدير فني برازيلي يمكن هو واحدة من الحاجات اللي بتميزه بشكل كبير انه اشتغل او شغله كله كان مع الفئة العمرية دي الشباب الصغير ما حققاش انجازات كبيرة مع فرق كبيرة لكن اهم انجاز لي طبعا دي صورته مع محمد بركات نجم النادي الاهلي السابق وعضو مجلس دارة حد الكرة اهم انجاز لي انه وصل بمنتخب البرازيل لتحقيق الميدالية الدهب في اولمبياد ريو دي جانيرو وبعدها اشتغل شوية مع كذا فريق شباب لفرق برازيلية كان لي تجربة في الهلال او النصر السعودي اعتقد في الفترة الاخيرة الغات يمكن ما انتهت مدته في مايو 2021 وهو اللي هتولى مسؤولية تدريب المنتخب الوطني في الفترة اللي جاية